بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ وَلَنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ هناك تكوين وتشريع التكوين بمعنى الخلق والتشريع بمعنى إصدار الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بالحق ولم يخلقه عبثة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَةً سُبْحَانَكُ والله سبحانه وتعالى كما خلق هذا الكون وجعله ضمن نظام كامل وتام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا يوجد أي خلل في نظام التكوين وإنما كل شيء ضمن حكمة ولذلك حتى الملحدين الذين لا يعترفون بالخالق ولا يعترفون بحكمة في خلق هذا العالم هؤلاء حينما يصلون إلى شيء مخلوق سواء من الأجرام السماوية أو من الموجودات الأرضية جماداً أو نباتاً أو حيواناً يقولون يفكرون ما هي الفائدة في هذا الشيء يعني بفطرتهم يعني بفطرتهم يدركون هذا الأمر أنه لا يوجد شيء عبث حينما يشاهدون ظاهرة جديدة يفكرون ما هو السبب في هذه الظاهرة وما هي فائدتها وإذا في يوم من الأيام تصوروا أن ذلك الشيء ليس له فائدة لكن تطور العلم أثبت بطلان زعمهم في أعضاء الإنسان علم التشريح كلما كان يتطور وصلوا إلى عضو تصوروه عضواً بلا فائدة سموها الزائدة الدودية لذا سموها الزائدة يعني عضو بلا فائدة لكن تطور علم الطب والتشريح أثبت أن لها فائدة هذا بالنسبة إلى نظام التكوين لا يوجد شيء عبث لا يوجد شيء باطل لا يوجد شيء بلا فائدة وإذا كانت هناك ظواهر هذه الظواهر يعبر عنها مثلاً بالكوارث الطبيعية هذه أيضاً ضمن حكمة وضمن مصلحة الإنسان باعتبار أنه يرى نفسه متضرراً من ذلك الشيء يسميها الكوارث الطبيعية لأنه هو المتضرر من ذلك لكن هي في الواقع ضمن نظام متكامل وفرض الإنسان يموت زيان الميت أو أقرباء يتصورون هذا الأمر ضرر عليهم لكن تقدير الموت لحكمة الزواهر والإنسان يتصور أن ذلك ضرراً عليه فعلى كل حال كل شيء بحكمة وفي موقعه ولذلك بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول ليس بالإمكان أفضل مما كان مو يعني أنه مستحيل ذاتاً الله سبحانه قادر لكن الله حكيم فكل شيء بمقتضى الحكمة وتغيير أي شيء خلاف الحكمة وخلاف الحكمة محال على الله سبحانه وتعالى مو أنه مقادر قادر أن يعمل خلاف الحكمة لكنه حكيم فلا يعمل ذلك هذا بالنسبة إلى نظام التكوين نظام التشريع شنو معنى؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى خلق موجود هذا الموجود جعله مختاراً وهو الإنسان ويضاف إليه الجن أيضاً الموجود المختار هو الإنسان هذا الموجود المختار اللي هو الإنسان لحكمة الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل وأعطاه القدرة في التمييز وأعطاه القدرة في الاختيار يمكن هذا الإنسان يختار الأمور غير الصحيحة يختار الأمور المضرة لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل التشريع لكي الإنسان ضمن هذا التشريع يعمل حتى عمله لا يكون مضراً به لكن ما جعله مضطر أنت لازم تسير على منهجية واحدة كالنباتات أو الحيوانات لا أنت مختار لكن المنهج الصحيح هو هذا إن اتبعته فأنت الرابح وإن خالفته فأنت الخاسر زيان هذا النظام التشريعي متطابق كاملاً مع النظام التكويني يعني الله سبحانه وتعالى لعلمه بتركيبة الإنسان لأنه هو خالق الإنسان صانع الشيء هو أعلم بتركيبة ذلك الشيء من غيره اللي الآن مخترع هذا الميكريفون مثلاً أو مخترع هذا الجهاز أعرف بجهازه من غيره لأنه هو اللي مصانعه والله سبحانه وتعالى خالق الإنسان هو أعرف بتركيبة الإنسان الجسدية والنفسية والروحية من غيره وأعلم بما يصلح الإنسان مما يفسده لذلك تشريع الله سبحانه وتعالى تشريع متطابق مع تكوين الإنسان لا يوجد اختلاف بين التشريع وبين التكوين لذلك في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى حينما يرد على الذين يزعمون أنهم مختارون في كل شيء الله خلقنا وقال النظام عليكم أو كما يقول أحد الغربيين أن الله أجل وأسمى أن يشرع نظاماً للبشر وبهذا الكلام الباطل مثلاً يريد يقول أن التشريع لنا الله في سورة آل عمران ماذا يقول؟ يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هاتان الآيتان مترابطتان هو الذي يصوركم في الأرحام يعني هو الخالق هو الذي أنزل عليك الكتاب هو المشرع الخلق من الله والتشريع منه في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لهم الخيارة وربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة الله خلق زين الله يخلق وغير يختار هذا عقلاً معقول وربك يخلق ما يشاء ويختار لذا الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء قبل بهم الناس أو لم يقبل الناس قبلوا بالأنبياء أو لا قبلوا بالأنبياء هذا اختيار الله سبحانه وتعالى رغم على أنفك يجب أن تتبع هذا الاختيار وإذا خالفت العقوبة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعين له الأنبياء وعين بعد الأنبياء الأوصياء والأئمة قبل الناس بهم أو لم يقبل بهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة فالتشريع جاي متطابق مع التكوين حس إذا الإنسان خالف التشريع هذا مخالفة التشريع تسبب ضرر على الإنسان كما أن الإنسان إذا خالف التكوين يصاب بضرر يعني في هذا الكون أكوجاذبية إذا واحد خالف قانون الجاذبية ألقى بنفسه من شاهق شنو النتيجة تصير؟ أنه يسقط على الأرض وتتحطم أضلاعه مثلا أو يموت فإذا خالف التكوين هو يضرر وإذا خالف التشريع يعني ما صلى ما صامر تكب المحرمات مثلا هو يضرر ليش لأن هذا النظام التشريعي متطابق لتركيبته فإذا خالف هذا النظام يصير مخالفة بين عمله وبين تركيبته والنتيجة المخالفة تكون فيها الضرر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وإلا لو لا الإنسان ماكو فساد لا في البر لا في البحر الفساد بسبب أعمال الإنسان فأكو تطابق تام بين التكوين والتشريع مثال آخر الآية التي تلوناها في أول الكلام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا البعض يستفسر يقول كيف لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل ونحن نشاهد سيطرة الكفار في طول التاريخ الآن من أقوى قوة بالعالم أمريكا وقبل فترة وياه الاتحاد السوفيتي ومسيطرون على البلدان الإسلامية إما بالاستعمار المباشر أما بالاستعمار غير المباشر وفي فلسطين ستين سنة وأكثر نرى أن اليهود مسيطرون على المسلمين وما إلى ذلك فكيف ولن يجعل الله للكافرين لن تعلمون لنفيل أبد يعني هذا الأمر لا يتحقق إلى الأبد كيف ذلك ونحن نشاهد سيطرة الكفار على المسلمين الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ماذا يتكلم عن قضية خارجية أنه في الخارج لا يمكن أن يسلط كافر على مؤمن لا يمكن في زمان الرسول هذا الأمر أيضا كان المسلمون في مكة مضطهدون من الكفار المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع قانونا هذا القانون يسبب سيطرة الكفار على المسلمين قانون ماكو يعني شرع وتشريع ماكو لسيطرة الكافر على المؤمن ولذلك لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر لماذا لأن الزوج له ولاية على زوجته الرجال قوامون على النساء فإذا كان هناك تشريع لزواج المؤمنة من كافر معنى ذلك شنو هو تشريع سيطرة الكافر على المؤمن هل يمكن لكافر أن يكون حاكما على المسلمين؟ كلا ليش؟ لأن الحاكم عند السلطة الله سبحانه وتعالى لم يشرع سيطرة كافر على مسلم ولذلك إذا أفرضوا رجل كافر متزوج مرأة كافرة ثم أسلمت هذه المرأة الكافرة شنو الحكم الشرعي؟ ينفسخ الزواج يبطل هذا الزواج نعم الله سبحانه وتعالى ترغيبا للزوج الكافر بالإسلام إعطالى مهلة أن هذه المرأة تعتد إذا في العدة هو أسلم يكون أحق بها وإذا انتهت العدة ولم يسلم خلاص انقطعت عصمة الزوجية إذا واحد مسلم متزوج مسلمة هذا المسلم ارتد من أحكام الارتداد شنو هو؟ أنه تبطل العلقة الزوجية يعتبر هذا المرتد كالميت لذا تقسم أمواله بين الورثة وزوجته تعتد عدة الوفاة في المثال الأول الكافرة اللي أسلمت عن زوج كافر تعتد عدة الطلاق بس المرتد زوجته تعتد عدة الوفاة لأنه يعتبر كالميت سابقا كان عبيد وإماء إذا عبد مسلم والسيد كافر يجبر هذا السيد الكافر أن يبيع عبده المسلم يعني إذا كافر عند عبد كافر وأسلم العبد المولى يجبر على أن يبيعه لا يعتق لأنه حقوق الكافر المالية لا يتويها الإسلام ما يضيعها إذا من أهل الذمة لكن في الوقت نفسه يقول إحنا لم نجعل لك سيطرة على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فتشريع بسيطرة الكافر على المؤمن ما موجوده لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق هذا الكون؟ سؤال القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي آية أخرى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله خلقنا ليرحمنا وطريق أنه نحن نستحق نستحق رحمة الله العبادة فالله خلق الإنسان ليعبد ثم لينال رحمته زين يمكن الله سبحانه وتعالى يشرع قانون يبعد الناس عن عبادته كلا الله ما يشرع قانون يبعد الناس عن عبادته إذا الله شرع زواج المسلمة من الكافر وشرع كون العبد المسلم تحت سيطرة السيد الكافر وإذا شرع ولاية الكافر بالحكومة على المسلمين المعنى شنو هو أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إذا الله يشرع هذا التشريع المعنى شنو؟ معنى أنه الشخص اللي مسيطر يؤثر على المسيطر عليه واضح بعد الزوج يؤثر على زوجته عادة الحاكم يؤثر على المحكوم السيد يؤثر على العبد فمعنى ذلك أن هذا الكافر سيؤثر على هذا المسلم في ابتعاده عن الإسلام في ابتعاده عن العبادة معنى ذلك شنو يصير؟ هذا التشريع سيصير خلاف التكوين نظام التكوين الخلق لأجل العبادة لا يصير أن يكون نظام التشريع شيء يبعد عن العبادة فلذلك أي شيء يبعد عن العبادة يبعد عن الله سبحانه وتعالى في الإسلام مرفوض الخمر ليش مرفوض طبعاً إلى أسباب متعددة من أسباب أن ميزة الإنسان على الحيوان بالعقل والخمر يزيل العقل يعني ينزل الإنسان إلى درجة الحيوانية من أسباب أن الخمر والسكر يسبب أن الإنسان لا يتمكن من العبادة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون فهذا إضافة إلى الجهة الأخرى إزالته للعقل أنه لا ينسجم مع علة الخلق اللي هي العبادة الإنسان سكران لا يشعر شيئاً هذا الإنسجام بين نظام التشريع ونظام التكوين معنى ذلك أن جميع الأحكام الشرعية أحكام منسجمة تماماً ونهائياً مع التركيبة البشرية والله سبحانه وتعالى في القرآن وفي أحكام الشرع يبين الحقيقة قبلوها الناس ما قبلوها لا يجامل أحداً الرسول صلى الله عليه وآله لم يجامل أحداً ودوا لو تدهنوا فيدهنون الإدهان معناه شنو؟ غير المدارات المدارات معناه أنه حسن المعاشرة واحد يحسن معاشرة حتى الكافر ما بي إشكال لكن الإدهان معناه شنو؟ معناه أنه على حساب الحق ودوا لو تدهنوا فيدهنون لذا الرسول صلى الله عليه وآله لم يجامل على حساب الحق إطلاقاً يوم الأول قولوا لا إله إلا الله تفلحه على أصل الكفر اللي هو الشرك إجا واحد من الناس في مكة والرسول صلى الله عليه وآله والمسلمون كانوا مستضعفين كفار مكة مسيطرون على الأمر سياسياً واقتصادياً مثل الآن اللي الغرب والشرق مسيطرون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وما إلى ذلك فجاء شيخ عشيرة عند الرسول صلى الله عليه وآله قال إن لي ألف سياف ألف واحد زيان ونحن مستعدون بأن نؤمن وهي ألف سياف بخدمتك بس بشرط أن أكون أنا الخليفة من بعدك يكون الأمر لي من بعدك زياني السياسيين شنو يسوون انتهاء السياسي بعد يقول لما يخالف بعد ينهم عندما يستقوي على كل حال ينقض العهد ويغدر لكن الرسول صلى الله عليه وآله قال الأمر ليس بيدي الأمر من الله سبحانه وتعالى النتيجة الله ما يقبل أن تتصير الخليفة معين غيرك قال إذن لا أؤمن أتؤمن هذا الشيء اللي الله نزله تقبل تقبل ما تقبل في أمان الله وكم تضرر المسلمون في البداية ما يتصورونه ضررا ولكنه ربح استراتيجي جراء كثير من الأحكام الشرعية والرسول صلى الله عليه وآله لم يتنازل عنها لأن الله سبحانه وتعالى يقول هذا النظام الصحيح تريد تقبل ما تريد تقبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليك الله مو عاجز إذا كل الناس كفروا فإن الله هو الغني والحميد ما يضرر الله شيء إذا الله مشرع شيء بصالحنا إذا الله مشرع الصلاة مشرع الصوم مشرع الحجاب مشرع كذا وكذا وكذا ومحرم الأمور الأخرى هذه كلها بصالح الإنسان وعدم التزام الإنسان ببعض هذه الأحكام تعود بالضرر عليه ونحن الآن نشاهد الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس بس شنو الشرط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وحينما المسلمون أعرضوا عن أحكام الله سبحانه وتعالى البعض من المسلمين أو الكثير منهم عندما أعرضوا عن النظام الإلهي فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أنت ألان إذا تدخل في المجتمع المتدين نحن الحمد لله مجتمعاتنا متدينة في هذه المجتمعات المتدينة علامة التدين شنو هو الصلاة صوم والحجاب وبعض الواجبات وهذه أمور أساسية الصلاة عمود الدين الصوم جنة من النار ولكن هل بقية أحكام الله سبحانه وتعالى مطبقة يعني عندما تدخل إلى أسرة في هذه الأسرة هل النظام الإسلامي هو الحاكم في سورة البقرة خلال 12 أو 13 آية الله سبحانه وتعالى يذكر مجموعة من الأحكام المتعلقة بالأسرة من الزواج والطلاق والعدة وما إلى ذلك 14 مرة يكرر كلمة بالمعروف 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 خلال صفحة ونصف تقريباً أو صفحتي أحكام الزواج والطلاق والأولاد وما إلى ذلك 14 مرة بالمعروف 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 المعروف يعني ما ينطبق مع فطرة الإنسان فيعرفه العاقل ويأمر به الشارع زيان حياة الأسرية عندنا بالمعروف أو مو بالمعروف الحياة الاجتماعية بالمعروف أو بغير المعروف كثير من المجتمعات الإسلامية بما فيها المجتمعات المتدينة بعضهم في هذا الجانب يخالفون أحكام الله سبحانه وتعالى وفي الجانب الاقتصادي يدخل في الجانب السياسي والجانب الاجتماعي وما إلى ذلك فإذا إحنا شفنا هناك خلل الخلل ليس من الحكم الخلل بسبب المخالفة في الحديث الشريف لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرْ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لأن الله يستجيب الدعاء ولكن إلى شرط الله يقبل صلاتك بس إذا واحد صلى بدون وضوء الله يقبل صلاته وصلاته باطلة كل شيء إلى شرط دعاهم إلى شرط من شروط الدعاء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا هذا الشيء لغي ضمن حياتنا كل واحد يقول أنا شعلية وبيها مشاكل لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ وبعدين نقول ليش الأدعية لا تستجاب الأدعية لا تستجاب لعدم توفر شروط الدعاء فعلى كل حال المقصود أنه نظام التكوين والتشريع متطابقان جميع أحكام الله سبحانه وتعالى متطابقة مع تركيبة الإنسان الجسدية والنفسية وإذا هناك خلل فبسبب الإنسان هس الله سبحانه وتعالى لرحمته ولرأفته فتح الباب على مصراعه أي وقت الإنسان يرجع الله سبحانه وتعالى يرجع إليه إذا واحد يتوب اللهم يتوب عليه التوبة بمعنى الرجوع إرجع إلى الله اللهم يرجع إليك ومن رحمته ورأفته جميع الأوقات وجميع الأمكنة جعل الباب مفتاحاً على مصراعيه لكن مع ذلك اختار أمكنة هذه الأمكنة صارت إليها خصوصية وأزمنة جعل فيها خصوصية إذا الإنسان في تلك الأمكنة وفي تلك الأزمنة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يكون أقرب ودعاء يكون أقرب إلى الاستجابة وحوائجة تكون أقرب إلى القضاء من جملة تلك الأزمنة شهر رجب شعبان رمضان من جملة الأمكنة مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهذه في متناول الجميع ولله الحمد هذه الأزمنة وهذه الأمكنة فالإنسان يحاول أنه يستفيد من هذه الأزمنة وهذه الأمكنة بأحسن استفادة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم وأن ترجعوا بدعاء مستجاب وترجعوا سالمين إلى سالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر